السلام الله عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة طبيقات اللغوية المندرجة دمن الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة مجال الغابة المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع إذن نبدأ على بركة الله أقرأ النص الشجرة العملاقة تعد شجرة الأرض كنزا وطنيا طبيعيا وتغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط إن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من ألف عام وخير مثال على ذلك شجرة كورو التي يبلغ ارتفاعها حوالي 42 مترا وعرضها 8 أمطار وقدر الباحثون عمرها بتسعة قرون وقد تحولت إلى مزار سياحي يجلب لهذا المكان آلاف الزوار الذين يحرصون على التقاط صور قرب هذه الشجرة إذن أنجز على دفتري أصل بين كل كلمة والمعنى المناسب لها تعمر مكان الزيارة يجذب وقت الزيارة تعيش طويلة لاحظوا معي إن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من ألف عام إذن تعمر بمعنى تعيش طويلا مزار مكان الزيارة يجذب وقت الزيارة إذن مزار مزار سياحي يجلب لهذا المكان آلاف الزوار إذن مزار مكان الزيارة يجلب لهذا المكان آلاف الزوار يجذب آلاف الزوار إذن تعمر تعيش طويلا مزار مكان الزيارة يجلب يجذب أذكر موقع شجرة الأرض ومميزاتها إذن أذكر موقع شجرة الأرض ومميزاتها إذن تقع شجرة الأرض في غابات الأطلس المتوسط وتتميز بكونها شجرة معمرة وضخمة وباسقة إذن تقع شجرة الأرض في غابات الأطلس المتوسط وتتميز بكونها شجرة معمرة وضخمة وباسقة أضبط بالشكل التام كتب باللون الأزرق إذن تعد شجرة الأرض كنزا وطنيا طبيعيا إذن تعد شجرة الأرض كنزا وطنيا طبيعيا وتغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط إذن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من ألف عام وخير مثال على ذلك شجرة كورو التي يبلغ ارتفاعها حوالي 42 مترا وعرضها 8 أمطار وقدر الباحثون عمرها بتسعة قرون وقد تحولت إلى مزار سياحي يجلب لهذا المكان ألاف الزوار الذين يحرصون على التقاط صور قرب هذه الشجرة إذن أستخرج من النص اسم إشارة وأركبه في جملة إذن اسم إشارة لدينا هذه هذه الشجرة وهذا إذن نخذ اسم إشارة واحد أركبه في جملة إذن سأختار هذه مثلا هذه هذه المصرحية ممتعة مصرحية ممتعة أكتب مكان النقطة الضمية المنفصل المناسب شجرة الأرض هي مثلا التي تغطي جبال الأطلس إذن شجرة إذن مفرد إذن هي مفرد مؤنة شجرة الأرض هي التي تغطي جبال الأطلس الباحثون الذين قدروا عمرها إذن الباحثون هم الذين هم الذين قدروا عمرها إذن شجرة الأرض هي التي تغطي جبال الأطلس الباحثون هم الذين قدروا عمرها إذن أضع مكان النقطة أصبحت أضحت أو صارت إذن شجرة الأرض كنزة الأرز كنزة وطنيا إذن شجرة الأرض كنزا وطنيا أضحت شجرة الأرض كنزة وطنيا شجرة كورو مزارا سياحيا اصبحت شجرة كورو او صارت شجرة كورو مزارا سياحيا شجرة الارض تغطي مساحة كبيرة من غابات الاطلسي اصبحت شجرة الارض تغطي مساحة كبيرة من غابات الاطلسي المتوسطي اذا بنسبة الجملة الاولى اضحت اضحت اصبحت شجرة الارض كنزا وطنيا شجرة كورو مزارا سياحيا صارت شجرة كورو مزارا سياحيا شجرة الارض تغطي مساحة كبيرة من غابات الاطلسي المتوسط اصبحت 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 شجرة الارض تغطي مساحة كبيرة من غابات الاطلسي المتوسط الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما السلام أصبحت